هسا عندنا هنا هسا المثال الأولاني من الملزم اثنين أول شي انت شنو اللي يعدك ملزم اثنين بيهن عدد من الشغلات انت لازم تكون بالبداية انه تكون تعرفين هسا انت عندك بالبداية هاكي امثلة للسايكومترك ممكن انه انت تقراها طاق درجة حرارة 35 مالي لترايبال والطاق الرلت في هيوميدي تي 40 فانت عندك شنو ترح شوف الخطوط المائلة تقرأ ال 40 بهذا الجدول الشبير لح تقرارك 40 اهنانه وتخلي انت النقطة مالتها وعدك درجة الحرارة 35 مالي لترايبال بتدور بالخط الجواني وين 35 وصقطها وين يلتقن يتقاط عن هاي النقطة تمثل اللي يريدها اليمين هي تمثل ال W اللي تروح على اليسار تمثل ال Dual Point Temperature زين اللي يصعد مننا على ال H هذا ال H تطلع القيمة مالتها تقراها وتطهيها زين شنو بعد الخط اللي مننا ما الهذا يمثل ال Volume الحجم ما كوي يعني ما هو هذا الفكرة اللي موجودة بي زين تيجي هنانا هذا مثال خم نفس السالفة منطق درجة حرارة Dry Bulb Temperature ومنطق Weight Bulb Temperature تحددهن طلعت النقطة هنا اليمين W مننا هذا ال H يعني هي هصلا حتى كلهم مكتوبات هذا ال Volume هذا Weight Bulb Temperature كاتب الكياه هذا ال Relative Humidity هذا ال Dry Bulb هذا خط الساترائيش نطلع من يما ل Dual Point Temperature وهذا خط ال Inthalopy وهنانا عندك ال W ما كوي يعني فد فيك معينة بي او فد شي اقدر انه اقول الكياه هسا يخلص السايكو متريك طبعا بس مجرد تدرب لك كمثال فد عشرة امثلة هي تشي راح تكون الضبط لانهو ما بيفد شي صعب كلش سهل الساكن مترك زين نيجي هسا وشي للملزمة اثنين اول شي هذا المخطط ما للملزمة اثنين ملزمة اثنين ملزمة كلش 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 سهلة يعني عبارة عن خمس مواضيع هنالخمس مواضيع كل هن سهلات ما بيهن لا لوفات ولا فاكات راح اشرح الكيان هن هذا موضوع هذا موضوع هذا اثنين هاي كلها موضوع وهذا واحد وبعد اكوا واحد زين طب كل موضوع هاشرح لك عليه شون يكون كمثال والت لح تفهم به الموجود هسا عدنا هنانا هذا شابتر تيو اول شي شنو اللي يعدك اكوف اشي يسموه سنسبل كولنج او سنسبل هيتنج زين شون تعرف انه اول شي تهذا السؤال هسا كولنج لو هيتنج يقول لك بالسؤال لو يقول لك كلمة كولنج لو يقول لك لو يرسم لك هذا الرسم اي طبعا نقطة واحد نقطة اثنين شنو هاي هاي معناها انبو ويبدأ مربي هوا هذا نقطة واحد الهوا مر خلال كولنج كويل شنوه الكولنج كويل عبارة عن انبو بارد من تنظر بي جزيئات الهوا يصير الهواى ابرد فيعبر للنقطة اثنين فهذا كولنج كويل زين او شي منوز الكياها بدل الكولنج كويل يقول لك سي سي رمزها او ممكن يرسم الكياها هيج سميها سي سي هيج يعني ممكن اسماء القشكل الها زين انت اول ما تجي احنا متعودين للخواص مالة نقطة للنقطة الوحدة لازم عندنا خاصيتين يعني انت من تحدد نقطة واحد لازم عندك مثلا relative humidity و drive all temperature يلا تتحدد نقطة واحد يعني انت خاصية واحدة وتحددها مستحيل يعني انت مثلا هسا relative humidity يقول 70 70 هطولها هذا مالي relative humidity ممكن تكون هنا او هنا وهنا وهنا او هنا اي مكان ما تقدر لازم خاصية القشكل حتى تحدد مكانها وين شون يعني تتقاطع النقطين الخطين هي تمثل الرلت للنقطة واحد زين انت مرات شي يسوي لك يطيك خاصيتين للنقطة واحد وخاصية واحدة للنقطة اثنين ويقول لك كلمة cooling فأنت شي يسوي بهاي الحالة اول شي شنو احنا عندنا اكفة شي يسموه العمليات المصردية شن هي العمليات المصردية هي هاي هاي الخطة اللي اليمين يسموه heating زيد حرارة والخطة العليسار cooling زيد برودة الفوق هي humidification يعني معناها زيد رطوبة والجوة دي هي humidification تزيل الرطوبة زين إذا تريد انت هوهي الموتيفكيشن يعني تضيف رطوبة وحرارة سوي لخط منا إذا تريد انت إضافة رطوبة وبرودة أضيف لخط منا إذا إذا إزالة الرطوبة وبرودة أضيف لخط منا وإذا تريد حرارة أو إزالة الرطوبة أضيف لخط منا زين شنو معنى هذا الحأي يعني معناها إذا حددت النقطة ردته heating فcando ا Humana وإذا ردته cooling تروح علي اسار نيجي هنا هنه إذا شنو cooling يعني شنو معنا نروح على جهة اليسار فعدنا نقطة واحداني حددتها ليش نينا نطاني خاصيتين الها نقطة اثنين منطيني خاصية واحدة فاش هسوي اروح على اليسار وعدي خاصية خالي نقول لغة واحدة مثلا ارباطعش ما لديرايبال تيمبرتر هاي خطوط لديرايبال اصعد خط منا وهذا ايجا خط منا وين يلتقن هاي نقطة اثنين شنو مطالي بالسؤال لو يطلب مني امك فاتش يسمو ديور بوين تيمبرتر اللي هي شنو تظل تمشي الخط اليسار وين يخط وين يطخ يطخ على الخط الساتشريشن اهنانا طخ سميه تي دي بي وين الطخ انتقراها هاي انطيل قيمة هاي ليليدها من يمك هسا هذا السايكو مترك عندك هنانا هذا الخط الساتشريشن عبالك مثل اللفة المعظوظة هاي منا شسوي اتا قول هنا تحددت نقطة واحد وهنانا تحددت لك نقطة اثنين توصل الخط يمشي يطخ هنا تقراها هاي عشرين تساط عاش ثمنتعاش سبا عاش او شسوي تنزلها ليهنانا تقراها هاي عشرين تساط عاش ثمنتعاش سبا عاش هاي تقدر تعرفها عن طريقة حتى اذا طلع مقارب ما يخالف زين خاصية الاساسية هنانا شنو عندك بالسنسبل هي تنقول كولنج الدبليو وين تساوي الدبليو تو طبعا هو شي منطقي اذا هي اثنيناتها على نفس الخط وهو خط الدبليو عدل اذا الدبليو وين تساوي الدبليو تو شنو ما طلب السؤال غيره لدول يطلب يطلب من يامك فشي سموه هذا تستخدمه بكل الحال بكل ذنية المواضية لهذا خليتها ليفوق شنو قانونة ايم دوت تساوي في دوت على في وان في دوت شنو هي اللي هي اللي يطاكيها بالسؤال ال في وان شنو هي هاي يطاكيها من الساكو مترك اااا شي سمونا يعني انت حددت نقطة واحد فتروح على على الحجوم الموجودات يعني يستعدك هذا الساكو مترك وين خط الحجم هذا كلمة يوم هي كاتب الكياه هاي صفر بوينت تسئين هاي صفر بوينت تسعة وثمانين هاي صفر بوينت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قانون هي شنو QC تساوي M. اللي اتهاي طلعتها هاي مننا هاي ال M. الشي راو تعوضها هنانا بين قوسين تكتب H1 ناقص H2 زين الصدوخ تقولي هاي نكتب H1 ناقص H2 لو H2 ناقص H1 الاكبر خليه بالبداية ليه ما كو Q تطلع سالبة زين شغل اللخ انت ال H تعرف تطلعها هاي نقطة واحد هاي نقطة اثنين مننا هاي خط ال H تقراج قد ال H تقراها هاي هسه تعدك هذا الساكو متراك راح تقراها اكو 70 80 90 حسب الرغم اللي يطلع لك زين بالهيتنج شنو يرسم لك هذا الرسم ويقول لك هنا طبعا ما يكتب لك بالعربي ما يكتب لك ملف تسخين يقول لك هيتنج كويل هنا نا يخليك يا زين شنو عدك الساكو تسوي عدك نقطة واحد عدك خواصها زين والعمليات المسردية شنو هي احنا الكولنج نروح اليسار الهيتنج شنسوي نروح عليمين نفس ما اتفقنا هنا هذا كولنج وهذا عليمين هيتنج فحددت نقطة واحد الطاق خاصية خلي نقوله 15 درجة الحرارة من نقطة اثنين الصعد منها خط وهذا مننا خط هاي التقن هاي نقطة اثنين طبعا هذا كتب السهم وهنا نهم كتب السهم هذا خافي ريدو من يمك تطلع H2 وطلعت H1 شيطلب من يمك باعه طبعا W1 نفس تسوي W2 وهاي منتهين من يم هاي نفس الخاصية هنا انا زين اذا طلب من يمك ايرماس فلورايت تقول لال V1 مطقياها بالسؤال على ال V1 ما للجدول اللي يتطلعها من الساكو متراك تعوضها يطلع لك ال M. هاي يطلب ال ايرماس فلورايت اذا طلب لك Q-Heating يسملكها Heating Coil Load تكتب لك Q-H تساوي M. اللي طلعتها منك تعوضها هنا H2 ناقص H1 وللدوخ H2 اكبر من H1 فتكون بالبداية واذا كانت ال H1 اكبر فتحطها بالبداية منه الاكبر خليه بالبداية هسه نيجي شنو عدنا رح نيجي هسه لي اول مثال عدك هنانا شنو مثال يعني هذا تبسيطي اربع امثلة رح تفهم بها هذن الموضوعين اول شي شنو عدك مثلا اطاق خاصيتين للنقطة واحد حددت اتا عدك Dry Bolt Temperature هاي 30 صعدت لي فوق خط وال Relativity Humidity 40 فهنا عدك هاي 40 وهاي مننا هذن الخط ما 30 هاي نقطة واحد قل لك كلمة Cooling احنا نروح على اليسار وقل لك درجة الحرارة ما للثانية عشرين الصعد خط منا وين يلتقي هاي مننا طلعتها وتروح على جهة اليسار تطلع Dual Point Temperature اذا كان طالبها يطلب من يمك ال Air Mass Flow Rate تقول لها M. تساوي V. على V1 V. مين يجيبها من السؤال V1 مين يجيبها من النقطة واحد اللي هي خطوط راح تكون هاي خطوط عدلة بس خاف الخط صار ما اتمائل هو خط عدل المهم آآ زين الشغل اللوخشن وبعد طلع للأتشات H1 وال H2 ليش لين انت اكيد راح يطلب من يمك ال Q اللي هي QC تساوي M. H1 ناقص H2 وطلعها زين نيجي للمثال اللاخب ناحية انه يكون نطاق خواص اثنين لنقطة واحد حددتها هاي نقطة واحد حددتها قل لك Heating وطاق Dry Bald Temperature تروح على يمين هاي لدراي بال temperature وين يلتقي هاي نقطة اثنين طلعت هاي H2 هاي H1 ردت ال Due Point Temperature بالسؤال تسقطها على هذا الخطم الساترائشن تقراهات الطهية راد من يمك ال Q تكتب لهاي Q Heating M.H2-H1 يطلع لك الناتج مباشر زين يجي عسا شنو اكو مرات شي يسوي يفكر يسوي لك فد لوفات شن هي اللوفة ممكنه ايسا فطراحة هي ما اعتبرها لوفة بس خاف حتى ما تدوخ بيها يطيك شنو هالمرة يقول لك انه نقطة واحد الطاق خاصية واحدة ونقطة اثنين انطاقها خاصيتين ويقول لك Cooling فهناش راح يصير عندك نقطة اثنين انت حددتها هاي نقطة اثنين زين قاني ال Cooling شون شانت شنيت قاني قبل حدد نقطة واحد حددتها ال Cooling شنو هو يروح لليسار فاني احطه هنانا صارت هاي نقطة اثنين هسا شصار عندك صارت تاك خواص نقطة اثنين ونقطة واحد انطاق خاصية واحدة فهالمرة شنو ينعكس الحل ليش يصير انو انت تروح من نقطة اثنين لنقطة واحد انت مو من نقطة واحد لنقطة اثنين فانت حددت نقطة اثنين هاي فشو سوي هالمرة تروح لي جهة اليمين وعدك هاي عشرين درجة استريد يتصعد هلي فوق لنو انت نقطة واحد حنا يعني طبيعيا انو الهونا من يمر غير مر بنقطة واحد يلله يجي بنقطة اثنين قابل المر بنقطة اثنين يلا واحد ما hubc هيشي فانطاك الخواص ما النقطة الثنين وعافق بنقة واحد فشسو يا هاي الصارت منا عشرين وهي منا هيج يلتقن هيا ها نقطة واحد زين بعدين اطلع هاي هزا شنو بعدين وبراه هيا حدد النقطة واحد ونقطة يجي للمثال اللاخ عندك هنا solution نفس الشي هي نفس قبل شوية عندنا احنا جنا قبل نقطة واحد ويقول لنا كلمة heating نحدد هيا هنا كنا نقطة اثنين وهيا نقطة واحد الروح gonna lean لأنه هو heating واذا كان cooling الروح لليسار بس هنا هدوا نشتغل heating شو نطاق? الخواصся ما نقطة اثنين يعني نطاق مال هيا هيا اسا صارت انته عندك هيا صح زين حددت نقطة اثنين نقطة واحد شطاق هيا 25 زين شو سوي التب هاي الحاله الهيتنج تروح على يمين فانت بما انه انت عندك هاي نقطة اثنين راح تروح على جهة اليسار ومنها هاي 25 تلتقي هنا فهاي صارت عندك هاي نقطة اثنين حددتها تروح على جهة اليسار لان انت تشتغل بنقطة اثنين ودترجع لنقطة واحد مو بالعكس فهاي تحددت نقطة واحد وتطلع الاتشات مالتين ومطالب السؤال كل هني طلعا هسا هذا المثال خلاص هسا نيجي عندنا همانا للموضوع اللاخ اللي هو الموضوع الثالث شنو عندنا بالموضوع الثالث من يقول لك كلمة اديابات كوميدفكيشن او يقول لك كلمة اير واشر او يقول لك كلمة كولر فاعرف مقدما انت عندك هنانا انه الـ H1 تساوي الـ H2 زين عندك شنو هنانا راح تجي التلس سايكومتريك راح ترسم يطيك خاصيتين تحدد بيها نقطة واحد نقطة اثنين انت يطيك خاصية واحدة فما تعرف ش تسوي لها فبما انه الـ H1 تساوي الـ H2 راح تطلع لك النقطة اثنين يعني شنو يعني انت هس عندك هذا سايكومتريك حددت هنانا نقطة واحد يعني هذا الخط اللي منانا ليهنانا للبداية مالتن من بداية ليهنهايته هو راح تكون وحدة من ذني الاماكن نقطة اثنين خلنقول الطاق درجة الحرارة 25 فأنت شي تسوي الصعد 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 وين يطخ الخط خلنقول طخه هنانا فهنانا نقطة اثنين هنا مثلا نقطة واحد هنا نقطة اثنين خليه يمتد خليكمل يوصل وين للساترائشن هاي ايش يتمثل هنا اتمثل النقطة ثلاثة هاي انت لازم تكون تخليهن صارت لك شنو عندك نقطة واحد نقطة ثنين نقطة ثلاثة طبعا النقطة ثلاثة انت ممكن تسميها تي ثري مرات هو يطلبها من يمك بالسؤال ش يطلب من يمك يطلب من يمك يقولك احنا شانت هاي ش نسميها من يكون الخط عادل سميها ديول بوين تيمبرشير هيش يطلبها من يمك بالسؤال من يكون الخط مائل فيسموها أبارس ديو بوينت هو بس مجرد تغير تسميات وبحالتين هي راح تنضخب خط الساترائشن انتان مائل او عادل زين شنوها السبع ديان ادك طبعا ها تسهيلا للحال انت ما تسميها أبارس ديو بوينت اذا رات تسميها بالقوانية حتى تسهيل بالحال سميها تي ثري اذا عجبك هاي انت حر تريد تخليها نفسها مكيفك زين مرات يطلب مني مك فتشي موسشيح ريموفد او يسميها الرطوبة المزالة بس بغير معاني انت راح تعرفها ما انت قرائها فشنو قانونها ام دوت دهبليو اللي هو يساوي ام دوت اي ام دوت اي مين تجيب الهيا اللي هي هاي ام دوت اللي هي الفي وان Vi دوت اللي طقيها بالسؤال تقسيم الفي وان اللي هي انت تطلعها من السايكوماترك ما للحجوم زين شنو قانونها هي عدك ام دوت اي طلعتها من فوق وهاي جبتها هنا بعدين شنو W2 ناقص W1 هسا تقول لي آن يوزين منو يخلي بالبداية W1 لو W2 منو الأكبر يخلي بالبداية دائما فعدك 2 أكبر من ال 1 ليش لأن هي أعلى فأنت هاي خطة W هذا خط W فهذا أعلى من هات إذن هذا رقم أكبر من هات ف2 ناقص ال 1 زين مرات يطلب من يمك شنو فشي سمو Air Washer Efficiency شنو هي Air Washer Efficiency اللي هي الكفاءة اللي هي T1 ناقص T2 على T1 ناقص T3 زين أنت تحفظها أكيد لا ما تحفظها شسوي إنته عندك هذا الخطة الطويل هذا مننا ليهنانا أكو خاط ومننا ليهنانا أكو خاط منو الأطول هذا لو هذا أكيد هذا ال 2 للواحد أطول فإنت شسوي بديت بهذا هذا رح يكون بالبسط زين شسوي بعدين T1 ناقص T2 لو T2 ناقص T1 منو الأكبر التيوان أكبر إذن T1 ناقص T2 فصارت عندك هنا T1 ناقص T2 زين بعدين تقسيم شنو تقسيم الخط الطويل اللي هو شنو تي وان و تي ثري منه الأكبر تي وان ناقص تي ثري لو تي ثري ناقص تي وان أكيد تي وان ناقص تي ثري إذن هنا تي وان ناقص تي ثري هسه هذا خلص بالنسبة كشرح للموضوع زين بعدين وراها شنو هسه هسه نجي عندنا هنا للمثال الأول هسه نجي هنا عندنا شرح المثال الأول هو شنو عندك هنا يقول لك example saturated air 21 درجة سيليزية يعني شنو معناه هنا ننطاك خاصيتين شون ننطاك خاصيتين نقل لك كلمة saturated يعني درجة الحرارة الواحد وعشرين تقع على خطة saturated يعني شنو يعني انت عندك هسه هنانا هذا psychometric درجة الحرارة هاي عشرين هاي واحد وعشرين يعني يصعد هاي ظل تظل تمشي 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 هنا وين تخب خطة saturated هاي تمثل نقطة رقم واحد حددت نقطة رقم واحد يقول لك وراها شنو يعني شنو معناها معناها أنه مارخ خلال مجفف هذا الجهاز الأولاني المجفف مارخ خلاله فصارت عندك ال relative humidity للثانية صارت عشرين بالمية the dryer use silica gel adsorbent the air is then basted through a cooler until its final temperature is 21 درجة سليزية أدك هنانا شنو معناها مره الهوى وراها خلال كولر يعني شنو يعني ال H1 تساوي ال H2 أدك until the final temperature درجة الحرارة مالي ل 3 صارت T3 مقدارها 21 without a change in specific humidity يعني W2 تساوي W3 هيا من لي أنقلك ليش لي أنقلك كلمة without a change in specific humidity Specific humidity هي W يعني بدون حدوث تغيير بيها فيعني 2 تساوي ل3 لأنه نحن نحشي بل 2 و 3 يقول لك determine the temperature of the air at the end of the drying process يعني شنو معناها أنت عندك دراير وعندك كولر يعني أكو cooling وأكو دراير مجفف من واحد لاثنين دراير ومن اثنين لثلاثة للكولر هو الشي يريد ما بين الواحد واثنين ليش ناينقلك كلمة دراينك يعني درجة الحرارة مال الثانية النهائية يعني الثانية القصد مو الأولى ما بين الحالة الأولى والثانية إذن ثانية الشياني شينو معناها؟ الشياني شينو معناها؟ شينو معناها؟ الشياني شينو معناها؟ بين من ومن ومن و... بين الاثنين والثلاثة اللي أنقل لك كلمة called cooling زين شينوiot sympathetic humidity at the end of the calling process يعني شينو يعني الـ RH three ويريد شينو the dual point temperature at the end of drying process يعني ما بين الواحدو والاثنين ليش؟ يعني chopped drying الدرى صار ما بين واحد واثنين ويريد the moisture removed during the drying process هما بين واحد واثنين لين قل لك كلمة drying يعني هسا انت شنو عندك تجي تجي عندك درجة الحرارة واحد وعشرين تظل تصعدها على اعتبار انه هو saturated الى ان تخب خط الساتشوريتد تحددت نقطة رقم واحد شون تحدد النقطة رقم اثنين انطاك ال RH2 مقدارها عشرين فهاي منانا عشرين وبما انه قل لك كلمة color فانحنا مثل ما اتفقنا انه كل كلمة color او air washer او ادياباتك humidification فتعرف انه ال H1 تساوي ال H2 فهي ال H ينفس هاي ال H فيعني على خط ال H1 هذا الامتداد اللي منانا ليهنانا رح تطلع لك نقطة وبما انه عندك relative humidity الثانية فتحددت نقطة ثنين بعدين شنو وراها قل لك مر خلال color color شنو هو مبرد رح يصير يعني شنو معناها رح يصير رح يصير روح على جهة اليسار ومنطيك انت خاصية للحالة الثالثة فانت حددت بها هنا عندك النقطة ثلاثة صارت هنا عندك التقط عدك شنو مطالب السؤال اول شي شنو مطلب الاولان يقول لك temperature of the air at the end of drying process يعني شنو معناها يعني درجة الحرارة في نهاية لدراينج وين لدراينج عندك من واحد لي اثنين هاي دراينج ومنانا ليهنانا cooling ها طبعا ترى هاي 21 هاي منطقها هو بالسؤال يعني انت مديت الخط على اليسار ومنانا ال 21 التقطت حددت نقطة ثلاثة زين هسا نيجي المطالب السؤال مطالب السؤال يريد درجة الحرارة من لدراينج يعني ما بين واحد واثنين يعني يريد للتو ليش لي ينقلك the final يعني أو the end اللي هي النهاية معناها فانت هاي التو تنزلها لي جو تسقطها تطلع لك هنا درجة الحرارة طلعت القيمة ما تي دي تو 38.5 درجة سيليسية زين شي ريد بعد يريد يعني شنو معناها يعني معناها الكيو بين منو ومنو كولنج قال فيعني شنو ما بين هاي وهاي فالثلاثة ما بين الثلاثة والاثنين يعني قصدي فعدك القانون ما للكيو شنو هو H2-H3 تنقصني يطلع لك وراه شي ريد relative humidity at the end of the cooling process يعني يريد الRH3 فأنت ش سوي هذا الخط المائل مالة الRH3 شوفش قد القيمة مالته انت تاخذها وتخليها طلعت 35% بعض شي ريد يريد الdual point temperature at the end of drying process يعني شنو يعني ما بين الواحد والاثنين ليش ني نقلك كلمة drying زين انت الاثنين يعني معناها يريد مالتها الdual point temperature شون يطلع الdual point temperature هيا اكو ثنين واحدة apart due point تكون مائلة وتيش يصير الخط مالتها واحدة اكو dual point temperature اللي هي خطها عادل تجر الخط على يسار عادل ما دام راديو dual point temperature فتطلع هنا القيمة تسقطها ليجا وشوفش قد درجة حراراتها تنطيهيها طلعت القيمة مالتها 12.6 درجة سيليزية اذا قل لك اريد apart due point تسقطها مائلة وتخليها هنا شوفش قد القيمة مالتها وتنطيهيها زين بعد شنو خامس سنين ليدك moisture removed during the drying process لدراينج ما بين واحد واثنين شنو قانون المويستير removed اللي هو كان ال W1 ناقص ال W2 خوش فاتش عدك هنا ال W1 اكبر من ال W2 يجوز مرات تكون ال W2 اكبر من ال W1 فمنه الاكبر خليه بالبداية فصارت عدك هنا ال 1 ناقص ال 2 طلعت لك هاي القيمة كيلوغرام ما للووتر فيبر تقسيم الكيلوغرام ما للدراي اير هسا هذا المثال الاول خلاص هسا احنا نجي عدنا هنا للموضوع قبل الاخير اللي هو شنوه عدك هنا للcooling and dehumidification شيطيك يطيك هذا الرسم هذا ملف ما التبريد وهذا الماء يقعد ينزل يعني معناها دي سحب من ياما الرطوبة dehumidification يعني سحب الرطوبة تجي انت تحط تحدد النقطة واحد تحدد نقطة اثنين توصل هنا الى انطخ خط الساتوريشن فتمثل هاي النقطة ثلاثة زيان مطالب السؤال شنه هي سبع مطالب للسؤال يطلب من يامك الاول شنو اللي هو الهيت راجكتد لكيو شنو قانونها اللي بالبداية حتى تطلع قيمتها موجبة ثاني مطالب الشيطلب من يامك اللي هي aparts due point اللي هي تي اي دي بي اللي هي نقطة ثلاثة اللي انت طلعتها تعوض القيمة مع العين هي تطيل قيمة مع درجة الحرارة اللي يريدها اللي هي السقطها انت تحسبها ممكن عن طريق هذا الخطأ و السقطها لجو وتحسب درجة حرارتها تنطهيها هاي اللي يريدها من يامك مطالب الثالث شنو يقول لك amount moisture removed اللي هي شنو م.W نفس القانون ما لقبل شوية M.A في W1-W2 منه الاكبر خليه بالبداية M.A مين يجيبها من هاي الم. هاي الموجودة فوق زين اكو مطالب الثالث شنو فتشي جديد اسمه الbypass factor والcontact factor شوف جزيئات الهواء من تمر على فد ملف معين شي يصير بيها هاي الجزيئات وحدة الطخ الملف مال التبريد واكو جزيئات ما تلامسة اللي تلامسة يسموها contact يعني اتصال contact factor اللي هي هاي اختصارها CF زين واكو اللي متلامسة يسمو لكيها bypass factor هاي شنو هي هاي اللي متلامسة فانت شنو عندك قانون الbypass factor يطلبها من يمك بالسؤال يقول لك اني اريد الbypass factor او اني اريد الcontact factor من اريد بايباس factor شنو قانون هاي T2-T3 علي T2-T3 زين انت تحفظ هاي القانون طبعا لا موهيج نفس قبل شوية شون تطلعنا احنا الكفاءة شنو ناخذ هنا بالكفاءة شنو الخط نشوف منه الاطول هذا كان اطول من هاد فهذا صار بالباست تقسيم الخط الطويل زين هنا عندك شنو هنا للعكس تشوف منه الاكسر هالمرة هذا شوف هذا طولة وهذا طولة منه الاكسر فهذا طلع لك الاكسر فاتش السوي تقول لها T2-T3 لازين ليش مو T3-T2 لاني T2 اكبر فتشوف الاكبر دائما نتخليه بالبداية حتى تطلع القيمة موجبة فصير T2-T3 تقسيم شنو تقسيم الخط الطويل اللي هو T1-T3 ليش لاني T1 اكبر فصالت لك انت هنا شنو عندك T2-T3 على T1-T3 يعني شنو خط الزغير على الخط الطويل زين قد قانون لاخش يطلب من يمك يطلب من يمك الـ Contact Factor شنو قانونها 1-Bypass Factor انت شسوي مرات يطلب من يمك Contact Factor وانا ما اطلع هاي بس اتناقصها 1 ناقص هاي يطلع لك ومرات شسوي ينطيك الـ Contact Factor فشسوي طلع عن طريقة الـ Bypass Factor تأخذها وتحطها هنا واحدة من ذنيتيات يريدها من يمك هو يطلبها من يمك بالسؤال ممكن هيش يكوني السؤال زين انت عندك هنانا هسا من جيه ترسمت رسمت نقطة 1 نقطة 2 نقطة 3 مرات مطلب لاخ يطلب من يمك بالسؤال يسموه Q-Sensible و Q-Latent sensible شنو يعني محسوسة وعدك اللتنت اللي هي الكامنة الحرارة الكامنة والحرارة المحسوسة زين شسوي انت من يطلب ذني الـ 2 انت مباشر تجر خط عدل لي جوا وتجر خط على يمين من هنا وين يتقاطع هاي يتمثل النقطة تسميها نقطة تسميها A شسوي انت طلعت مدها خط هيشي على الـ H شوف الـ H-A جقاد والـ H-1 جقاد H-2 جقاد H-3 جقاد طلع الـ H-ات كلهن زين شسوي انت رح تحتاجن انت بالحل لازم الـ H-ات رح تحتاجن فانت حجادية شنو هنا عندك انت عندك Q-Sensible و Q-Latent Q-Sensible بين منو منو الـ Q-Sensible صايرة ما بين الـ A والـ 2 يعني ما بين هاي الـ A وما بين هاي الـ 2 زين الـ Q-Latent وين صايرة ما بين الـ 1 وما بين الـ A طبعا انت شون تفرقها تقولاني خافة خربط حرف الـ L بي شغلة بهذا الرمز ما للـ L بهذا خط عمودي عدل فهذا الخط هو نفس هذا الخط ما للعدل هذا الموجود فممكن تتميز انه هذا للـ Latent واكيد اللو خرا حتكون للـ Sensible فهنانا للـ Latent وهنانا للـ Sensible الـ Latent منو منو بين الـ A والواحد منو الأكبر خليه بالبداية يعني الـ Latent هسه M.A H1-H2 ليس لأن الـ H1 أكبر من الـ H-A زين عندك ما بي عندك الـ Q-Sensible M.A في الـ H-A والـ H2 منو الأكبر أكبر H-A إذن تقول لـ H-A ناقصاً الـ H2 مرات شو يطلب من يمك يطلب فشي من يمك يسميه Sensible Heat Factor أحفظ الاسم ما تتا مو بسر زين هذا اللي يكتبلك يا أنت فشي سوين أنت تكتب له الـ SHF تساوي الـ Q-Sensible اللي اتطلعتها منها تقسيم الـ Q-Sensible زائد الـ Q-Latent أو هاي يسموكيها Q-Total اللي هي مجموعة الكامنة والمحسوسة هاي مطالب السؤال اللي يطيكي إياها زين هاي بالنسبة كشرح للموضوع هاي أول شي هسا نجي للأمثلة عندك الأمثلة شنو اللي يبيها أول شي عدك هنا هسا هذا المثال يقول لك Determine the final dry bulb temperature عندك شنو يعني معناها أنت منطيق فدهوى معين منطيق درجة حرارة لـ Dry bulb temperature والـ Relative humidity ومر خلال شنو مر خلال الـ Air Washer يعني الـ H1 تساوي الـ H2 زين أنت من رح تجي هنا عندك رح تكتب هنا أنت عندك هذا الرسم اللي يصير عندك تخلي لهذا مننا هيش وهيش هذا ما مطلوب من يمك بس حتى تسهينا بالحل حتى تفهم نقطة واحد منطيق الـ Dry bulb temperature ومنطيق الـ Relative humidity نقطة اثنين ما عندك شي عنها هو يريد الـ Relative humidity مالتها ويريد الـ T2 مالتها أول ما رح تجي أنت ش رح تسوي عندك منطيق الكفاءة هنا كفاءة من انطاكيها مباشر اكتب قانونها فصفر بوينت خمسة وثمونين كقيمة لها شنو قانونها قانونها T1 ناقص T2 على T1 ناقص T3 مين جبت هذا الشي هو أنه أنت رح ترسم هنا هس السايكومترك شون ترسم للرسم أنت عندك تحدد قدك النقطة واحد قول هنا أنه طلعت لك أنت عندك النقطة واحد زين بعدين شنو وراها قايل لك هنا أنت قل لك كلمة AirWashar شنو يعني AirWashar يعني معناها أنت عندك على امتداد هذا الخط الموجود ما للأتشات رح تطلع لك أنت النقاط ما الواحد واثنين وثلاثة زين نقطة ثلاثة شون تحددها أكيد هي لطخ خط الساتشري شنها يتمثل نقطة ثلاثة فطلع درجة حرارتها شون رح تطلع لك هتطلع لك T3 يعني أول خطوة عينة نقطة واحد قل لك كلمة AirWashar فعرف أنه على الامتداد مالتها رح تطلع لك نقطة ثلاثة نقطة ثلاثة شون تطلع حاوين يطخ خط الساتشري شنها يتمثل T3 T3 يجد طلعت لك 26 اللي هي من الشارت من السايكوماتريك زين بعدين شنوها سبقت لك نقطة ثنيا ما عندك تكتب قانون الكفاءة تحط لها 0.85 زين انت قول حدد هنا نقطة ثنيا هنا خليتها وهنا عندك النقطة ثلاثة فش رح تقول لها رح تقول لها T1 ناقصاً T2 خش نفس قانون ما للكفاءة الخط هذا يمثل هساً طويل اللي بالبداية هو يمثل الخط الطويل واللاخ هو يمثل الخط الزغير فالخط الطويل اللي مناني ليهنانا يعني على اعتبار أنه هذا أطول من مناني هنا فهذا تأخذ 1 ناقص التو تقسيم الخط الشبيرة اللي هو T1 ناقصاً T3 عندك انت T1 منطيك إياها بالسؤال 35 هاي نفسهم T1 عندك 35 T2 أنا يريدها T3 أنا هسا طلعتها من خط ستة وعشرين قيمتها طلعت لي هنا T2 زينا أنا منطلعت هنا هاي T2 أشوف الـ Relative Humidity هو رايدها من يمي أشوف الخط المائل وين يصير بيها أكتب له هنا القيمة مالتها طلعت لي 90% هسا هذا السؤال أول شي خلاص هسا نجي هنا عندنا شنو للسؤال السادس شنو عندنا السؤال السادس عندك يقول لك هنا Hot to dry air at 40 درجة سيليزية and 10% Relative Humidity passes through an evaporative color يعني معناها مر خلال color يعني الأتشات مساوية Water is added as the air passes through a wax and the air exits at 27 درجة سيليزية يعني النقطة الثانية خرج T2 مقدارها 27 درجة سيليزية يقول لك Using the psychometric chart determine the outlet relative humidity يعني يريد ال-RH2 ويريد the amount of water added يعني يريد الشي سمونا المي المضاف اللي هي شنو احنا جنونا نقول مثلا الموستشار removed هسا مو موستشار removed هسا المي المضاف مثل ما نقول and the lowest temperature that could be realized يعني شنو معناها أقل درجة حرارة ممكن تكون محسوبة اللي هي شنونا نشو تمثل تمثل dual point temperature غير الاسم مالتها بدل بدل ما يقول لك dual point temperature سماك اسم مالكياها lowest temperature that could be realized يعني أقل درجة حرارة محسوبة زين انت رح تيجي هنا عندك هذا الرسم صويت انت مال ال evaporative color هنا هسا هذا color زين وهنا عندك شنو T2 منطق درجة الحرارة مالتها أول ما رح تيجي انت شنو اللي رح تيجي تسوي